اليوم مع العصر حديث تحولت القضية إلى أجور إلى أموال إيش قضية الأموال هذه؟ يعني فيه واحد يجي يقرأ عليك يقول له كمان فيه قراء تجي تناديهم ويقرأ عليك في المستشفى الأب المريض الإنسان الوجعان وفي النهاية إيش؟ يأخذ منك أموالاً ما حكم أخذ هذه الأموال؟ إيش قضية هذه؟ الأصل أن الإنسان المسلم لا يأخذ أموالاً على المنفعة العامة لأخيه المسلم هذه أمور من صدقة إيش؟ صدقة البدن يعني زي ما أعطاك الله عز وجل هذا البدن والمعافية هذه حتى فيها صدقة تساعد المشكين وتساعد اليتيم وتقدم النصرة في سبيل الله يعني فيه واحد لو أبقى منك حاجة أو فيه حفرة لقدره في الأرض تقول ادفع فلوس عشان أساعدك فيه شيء يسميه عندنا زكاة الأبدان أنت يجب أن تزكي عن هذا البدن الذي أنت فيه فمن ضمنها أن تذهب وتقرأ بماذا إيش يعني تقرأ؟ تساعد الآخر تقرأ وتقول له الأوراد والأذكار لأنه لا يستطيع إذن عندنا هذه القضية خطيرة جدا وإن كان فيه صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يعني ممكن فيه واحد فعلا يقرأ القرآن ويتلوه من باب الشفاء وهذه قضية مهمة جدا بعض الاحيان تقرأ القرآن من نية ماذا؟ نية الشفاء ونية التأمل ونية التدبر فتجمع النواية أو النيات مع بعضها البعض فتقول لنفسك هذا الأمر فإذا واحد قرأ ووضعت في يده مالا أو أخذ مالا إن أحق ما أخذتم به كتاب الله وعندنا أحاديث أخرى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن إيش عن أخذ المال من باب الرقية فيكون سبب ذلك الشيء العفوي اللي أنت قرأت فجاء واحد من المشايخ المقرآ فأنت أعطيته مال دون أن يتطلبه مش يقول لك إيش أعطيني وحصل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في واحد كان لديخ في القرية ومر عليهم الصحابي فأخذ يقرأ عليهم بعض الآيات فشوفي بها شوفي بها اختار آيات معينة وننزل من القرآن ما هو شفاء في بعض الآيات من خلال التجربة أكثر وقعا وكله كلام الله شفاء لكن القرآن يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء من حالة إلى حالة فتروح أنت لهذا المريض وتقعد تقرأ عليه فيتأثر ببعض الأوراد يتأثر ببعض الآيات دون بعض وهذه تجربة أنا رأيتها بعيني بعض الآيات وقعها قموا جدا على النفس وهذه تعود من بابش التجربة آيات وآيات وإن كان القرآن كله شفاء بالمناسبة فعندما تقرأ لقرأ هذا الصحابي على اللذيغ فشوفي ببعض الآيات التي قرأها فأعطوه إيش؟ أعطوه شه؟ هدية شكرا على هذا الأمر الذي يعني فعلته فينا وأنه سيدنا شوفي من اللذغة أعطوه له العلاجات وأعطوه له بعض الأدوية ما شوفي بالأذكار بالرقية شوفي نفث عليه بعد أن قرأ هذا الأذكار فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال عليه الصلاة والسلام وأعطوني سهما يعني جزء من إيش؟ من هذه الهدية التي جاءتكم من سيد القوم إذن ممكن بعض الناس تقرأ القرآن عرفت بالأذكار وعرفت بالطاعة والبر الأصل عدم أخذ المال لكن لو أعطي شيئاً من أحد أو كانت هدية يمكن إيش؟ أن يتقبلها حالاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر